اشتركوا في القناة تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب الثانوية العامة أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام العظيم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى يتجدد اللقاء بكم لنتحدث سويا عن أهم المحاور التي لها علاقة بمنهاج الثانوية العامة المنهاج الجديد ووصلنا في حلقة سابقة إلى الوحدة الرابعة وكنا قد أنهينا الحديث عن القطعة الثانية من كتاب بيوبلز بوك وقمنا بالإجابة على جميع التدريبات الموجودة ضمن الكتاب الوزاري أما اليوم سنتناول الحديث عن أهم المحاور والأفكار التي لها علاقة بقواعد الوحدة الرابعة كما تعلمون بأن هذا المنهاج الجديد يعتمد على منهاج النشاط عزيزي الطالب عليك بتجهيز جميع الأدوات اللازمة لكي نتبادل الأفكار سويا لكي نغرس مفاهيم جديدة من خلال اكتشاف العلاقات الموجودة في داخل هذا المنهاج باية 42 من كتاب بيوبلز بوك عوضناك وطلبنا منك دائما وأبدا أن تقرأ المطلوب من السؤال انظروا the examples then complete the grammar rules examples young palestinians are starting small technology companies that could might may help the palestinian economy إذن الشباب بدأوا شركات تكنولوجية صغيرة ربما تساعد الاقتصاد الفلسطيني نعم في عندي ثلاث خيارات كود ومايت ومي نسجل ملاحظة عزيز الطالب نقول أن جميع هذه المفردات الثلاثة كود ومايت ومي لها نفس المعنى عندما تكون في حالة الإثبات بمعنى أنه نسبة حدوث هذا الحدث تكون 50% في المية الجملة الثانية We can't make any plans yet because he might may not come لا نستطيع أن نجهز أي خطة أو أي خطة حتى الآن لماذا؟ لأنهم لم يأتوا حتى هذه اللحظة عزيز الطالب لو نظرنا إلى كلمة may or might نجد بأن الجملة في حالة in the negative form في حالة النفي وتم استثناء الفاعل كود إذن سويا نسجل هذه الملاحظة عزيز الطالب ونقول الآتية might mean عندما تكون في حالة النفي نستثني منها كود أما كود ومايت ومي بتديني نفس المعنى في حالة من؟ في حالة الإثبات والنسبة هان بتكون تقريبا من 20 إلى 30% الجملة الثالثة الموجودة طبعا ضمن the green box الصندوق الأخضر أهم شغلة أهم شغلة عزيز الطالب قبل أن تبدأ بحل الأسئلة واكتشاف العلاقات عليك عزيز الطالب أن تقرأ هذه الجمل الموجودة داخل الصندوق الخضراء ومن ثم هناك صندوق أخرى موجودة أسفل منها عليك أن تقرأ اليوس الاستخدام لهذه البناءات المختلفة الجملة الثالثة عزيز الطالب الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نتنبأ به أن الأعداد سوف تستمر في الارتفاع في المستقبل إذن will continue استخدامنا الفيوتشر سيمبل بنسبة 100% لما نتكلم عن will سنتكلم إن شاء الله إذا تبقى لدينا متسع من الوقت في هذه الحلقة سنتحدث عن probability and possibility الاحتمالية والإمكانية من خلال استخدام will وعائلتها اللي هي لها عدة عائلات تبدأ بسفر في المية إلى أن تصل إلى مية بالمية إذن will هنا تأتي في إطار التنبأ والتنبأ هو واحد من استخدامات عزيز الطالب one of the use of the future simple tense الجملة الأخيرة الموجودة ضمن هذا الصندوق we won't be in time now it's too late لن نكون في الوقت المحدد الآن طبعا in time تعني باللغة الشعبية يعني ليس متأخرين لن نكون مش متأخرين إذن لن نكون في الوقت المحدد الآن لماذا؟ لأن it is too late وكلمة تو تستخدم للدلالة على الفكرة السلبية بمعنى متأخر جدا 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 للوصول في الوقت المحدد طبعا in time لها معنى في الوقت المحدد لو نتكلم عنها بلغة شعبية معناها قبل الوقت المحدد بمعنى مش متأخر وإلا أخط طبعا سندرسها بالتفصيل إن شاء الله في وحدات قادمة اللي هي what's the difference between in time and on time في عندي activity 2 ضمن period 3 إذن أبناء الطلبة ما زلنا نتحدث عن unit 4 page 42 period 3 activity 2 هيك العنوين هيك الملاحظات كتير واضحة معنى مشكلة إن شاء الله نبدأ بقراءة المطلوب من السؤال complete the sentences with the modal verb of possibility and the infinitive form of a verb in the box إذن عندي احتمالية إمكانية حدوث الحدث وبدرجات متفاوتة خلينا مع بعض نشوف نقرأ الكلمات الموجودة داخل البوكس نأخذ معانيهم نحاول مع بعض نجيب على هذه الأسئلة ونشوف إلى أين نصل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلمات عزيز الطالب الموجودة ضمن البوكس get بمعنى يحصل find يجد not happen لا يحدث catch يلحق improve يحسن مرة أخرى get يحصل find يجد not happen لا يحدث catch يلحق improve يحسن الآن نبدأ لدينا أمامنا خمس جمل في فراغات في جملة كل جملة فيها فراغين على أساس نحط الفعل المساعد في الفراغ الأول ومن ثم نضع infinitive في الفراغ الثاني اللي هو جذر الفعل الفعل بدون أي إضافة f عندي عندي فتكررت عزيزي كتير في داخل المنهاج لا يوجد موضوع أساسي ورئيسي خاص بقاعدة ف ولكن هناك جمل منتشرة هنا وهناك في داخل المنهاج if if الموجودة أمامي هي the first conditional الجملة الشرطية الأولى if we run run مضارع بسيط we space still space the train at least we can try على الأقل خلينا إيش نحاول if we run we space still space the train we could might may catch the train إذن في عندي عدة خيارات في الفراغ الأول إما أن نستخدم could أو might أو may واتفقنا منذ البداية بأنه هم لهم نفس المعنى والنسبة بتكون عادة تقريبا 50% فيما يتعلق بالفراغ الأول أما الفراغ الثاني الموجود بعد كلمة still وربما يعتقد الطالب أنه كلمة still هنا كلمة دالة على المضارع المستمر عزيز الطالب لا طبعا أكيد لا كلمة still ممكن أستخدمها في المضارع التام في المضارع المستمر إذن في منهاج discovery منهاج الاكتشاف أصبحت الكلمات المفتاحية ليست حكرا على زمن بعينه ولكن ممكن أن تستخدم في أكثر من زمن إذن على الطالب students have to discover these hidden rules هذه القواعد المخفية catch the train على الأقل وكانت رائعي ممكن إحنا نحاول نبذل جهد نشوف كيف لا تقلق أنا متأكد بأن الحالة الاقتصادية طبعا كلمة economic adjective للإسم الموصوف اللي هو situation طبعا بدأ ينتبه عزيز الطالب أنه فيه كلمة مشابهة اللي هي economical economical تعني غير مبذر وغير مضاقع والأمبروف سوف تتحسن قريبا إذن أنا بتكلم فيه عندي كلمة دالة على المستقبل البسيط اللي هو هي I'm sure بمعنى أنا متأكد طالما فيه تأكيد إذن الحالة الاقتصادية سوف تتحسن في القريب العاجل number three there is no point worrying about it it is space space لا يوجد فائدة لا يوجد غرض لا يوجد هدف من القلق بشأن هذا الموضوع it is space might not happen ربما لا تحدث ما تجلقي كتير الإشي هذا لأنت عاملك قلق ربما لا يحدث إذن أنا بتكلم عن نسبة من 20 إلى 30% أستاذ أنت استخدمت might not happen ممكن يكون لهذا السؤال إجابة أخرى yes لماذا لا may not happen إجابة أخرى أستاذ فينا نستخدم couldn't happen بالتأكيد لا طب ليش يا أستاذ لأنه قلنا إحنا could may might may might التلاتة لهم نفس المعنى في حالة الإثبات أما في حال النفي نستثني كلمة could number four just try it يزال ما جربها إيش هالقصة هذه you space that it is easier than you thought إنها أسهل مما تعتقد who knows ومن يعرف جرب يعني ما تحكم على الأشياء مسبقا خذ تجربة دمن فترة زمنية محددة بعدين أدي حكم أدي حكم على الأشياء سواء كان طعام سواء كان معاملات سواء كان علاقات إلى آخري إذن ممكن يكون عندي أنا ثلاثة إجابات الإجابة الأولى عفوا في الفراغ الأول ثلاث كلمات بمعنى ثلاثة إجابات مختلفة الإجابة الأولى may التانية might التالتة could هذا فيما يتعلق ب الفراغ الأول أما الفراغ الثاني فنستخدم الفعل find number five you obviously space space the job if you don't even apply for it you obviously من الواضح أنك لن تحصل على الوظيفة if you don't even apply for it إذا لم تقدم طلب لها إذن if if عندي في النص معناته البعديها إجا مضارعة بسيط don't apply قابليها بدي يكون مستقبل بسيط بدي أنفي نسبة الحصول على الوظيفة won't get ذجهب لن تحصل على الوظيفة أبناء الطلبة ما زلنا نتحدث عن أهم المحاور التي لها علاقة بالوحدة الرابعة و موضوع ال disabilities الإمكانيات وننتقل إلى فكرة أخرى لها علاقة بال certainty التأكيد more certain أو less certain أكثر تأكيدا أو أقل تأكيدا هيا بنا نتوجه إلى the rubrics العنوان الموجود ضمن activity 3 ونحاول نفهم المطلوب ونمر على الأسئلة الموجودة في السناديق الخضراء ونحاول مع بعض نوزع البوكس الموجود في activity 4 ونشوف إلى أين نصل إن شاء الله نقرأ المطلوب يلا مع بعض نشوف أستاذ أي صفحة والله طوي لسا أنا فتحت الراديو وجيت متأخرة وناسي الموعد yes page 42 pupils book period 3 activity 3 look at the example showing ways of making statements about the future more or less certain than answer the questions below في عندي أمثلة إلى علاقة بتكوين الجمل لها علاقة بالمستقبل إما أن يكون أكثر تأكيدا أو أقل تأكيدا examples وين الأمثلة موجودة يا أستاذ موجودة عزيز الطالب في الصندوق الأخضر في عندي مثالين موجدين he has all the right qualifications so he could might may well get the job ربما ربما إلى حد كبير يحصل على الوظيفة أستاذ من وين جبت لنا حد كبير كلمة وين لما دخلت اللي هي بالإي بعد الفعل المساعد may أدتني أكثر تأكيدا من ما لحالها يعني ما نقول عزيز الطالب could well get هي أكثر تأكيدا من could get might will get هي أكثر تأكيدا من might get may well get هي أكثر تأكيدا من may get نشوف ونا نصب المثال الثاني I'm not sure أنا لست متأكدا but I will probably catch the 930 train من المحتمل أن ألحظ بقطار التاسع ونصب أين استخدمت كلمة probably or will لاحظ عزيز الطالب أن كلمة probably جاءت بعد will مباشرة بعد مين الفعل المساعد will أما بالنسبة للمثال السابق كلمة will بالإي أيضا جاءت بعد الفعل المساعد could do my to me أما بالنسبة للجملة الثانية الموجودة ضمن الصندوق الأخضر في حالة النفي لها قصة مختلفة ونحاول مع بعض نشوف إيش يصير معنا الآن محتاجين نقرأ الجملتين الأسفل الصندوق الأخضر what word do we add to make could might or may more certain أكثر تأكيدا كيف نستخدم could might to may أن تكون أكثر تأكيدا في عندي كلمة مين استخدم كلمة will بالإ تأتي مباشرة بعد الفعل المساعد what word do we add to make will is certain ما هي الكلمات التي تجعل will طبعا بالآي أقل تأكيدا عزيز الطالب الكتاب أمامك أنت عارف إيش معنات أنه أنت ما يكون معاك كتاب وأنت بتسمعني أنا بنحت على الماء على الفاضي الشغل لازم يكون عجلك معي أذنك تسمعني إيدك بتسجل الملاحظات أول بأول على الكتاب الوزاري كتاب Pupil's Book الآن نحاول نجمل الكلام مرة أخرى will be أكثر تأكيدا probably أقل تأكيدا نحاول 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 تدريب أربع أصدق 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 إلى الأسطر الموجودة الموجودة بترتيب الثاني may may might could may might could well بال e طبعا كيف نرتب الكلام هذا يا أستاذ بنقول الآتي في عندي في بداية الساهم في أقصى اليمين will بمعنى one hundred percent تعني سوف تعني سوف في عندي في أقصى اليسار want بمعنى سوف لا بنسبة zero percent zero percent طب إيش يصير عندنا هان ابني يجي الآن بدنا ناخد أقصى اليمين بعد will اللي هي نسبتها مية بالمية في عند probably well فينا نقول probably well وفينا نقول will probably في حالة الإثبات ها مع أنه موقع دائما الكلمات الظرفية يأتي بعد الفعل المساعد نسبة probably will نسبتها تسعين إلى تسع وتسعين بالمية بنحط فاصلة الآن إذن بعد كلمة will probably will في نحط فاصلة استخدم فاصلة ونستخدم من البوكس اللي فوق may وميت وكود ويل وهي الأكثر تأكيدا من ميلة حالها إذن بدنا نحط على الخط المستقيم وهعيد هذا الكلام مرة أخرى على أساس اللي مش مركز معي ينتبي إذن إحنا استخدمنا الآن may وميت وكود زائد ويل للدلالة على الأكثر تأكيدا فأصبح المعنى ممكن بدرجة كبيرة نسبة هنا من 70 إلى 90% نضع فاصلة وننتقل إلى مين إلى may وميت وكود زائد الإنفينيتف بمعنى يمكن بدون استخدام ويل فهي أقل تأكيدا ونسبتها 50% نضع فاصلة وبنقول may not or might not بنستخدمها أيضا من داخل البوكس لا يمكن بنسبة 25% بقي لدينا أن نستخدم probably want probably want من المحتمل لا أو ربما سوف لا نعيد السهم كمان مرة من اليمين إلى اليسار عشان اللي من تباهي شيء به معنى بدنا نحاول عزيز الطالب من خلال activity 4 الموجود page 42 نوزع الكلمات الموجودة في داخل البوكس على أساس اللقاء القادم إن شاء الله إيش نعمل نحاول ندي جانب تطبيقي على هذه الأسئلة في عندي will بنسبة 100% بيجي بعدها مباشرة probably will بنسبة 80 أو 90 إلى 99% بمعنى ربما سوف وقلنا probably في الإثبات ممكن أنا أحطها قبل أو بعد بمشي الحال نضع فاصلة بنقول may might could زائد will بال e بنسبة 70 إلى 90% يمكن إلى درجة كبيرة بعد هيك نستخدم فاصلة ونضع may might could زائد infinitive بنسبة 50% بمعنى يمكن نضع فاصلة نستخدم may or might not وممنوع نستخدم could في النفي لا يمكن بنسبة 20 إلى 30% نضع فاصلة نستخدم probably won't probably won't بنسبة 10% من المحتمل سوف أو ربما سوف لا بعد هيك نصل إلى نهاية هذا الخط المستقيم والإجابة won't زائد الاستم بنسبة 0% أبناء الطلبة حتى اللقاء القادم بيكون أدناك فرصة أن أنتم تفهموا هذا الخط و درجات ال possibilities الإمكانيات والإحتمالات والأقل سيرتن وندخل إلى الجانب التطبيقي إن شاء الله في حلقة قادمة أبناء الطلبة أتي إلى ختام هذه الحلقة والله نسأل أن تكون قد تحققت الفائدة كان معكم محبكم الأستاذ وائل محمد البلبيسي مدرس مادة اللغة الإنجليزية من مدرسة الكرم الثانوية للبنين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج تفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز كنتم مع شرح المفصل لمنهاج الصف الثاني عشر ومبحث اللغة الإنجليزية شكراً لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم تحيات اشتركوا في القناة